هذه القرية كانت تحت الاحتلال الروسي بعد ان استطاعت القوات الاوكرانية ان في هجوم مضاد طبعا قامت به القوات الاوكرانية في ان تدفع بهم سبعة كيلو مترات من هنا من هذه المنطقة التي بقذيفة صاروخية سقطت بالقرب منا استقبلت ناروسكيا لازافايا في منطقة خاركف والتي كنا نظنها اقرب نقطة الى خط النار فاتضح لنا اننا دخلنا الى المنطقة الحمراء اي منطقة القتال المباشر بين الاوكرانيين والروس لا ادري ما الذي يحدث هناك انفجارات لماذا لم تغادر هنا الوضع خطير جدا امي لم توافق على الخروج من هنا كيف لي ان اغادر بدونها الم تحاول اقناعها لم توافق لذلك ساذهب الان من هنا امام مدخل الكنيسة هناك حفرتات بسبب القذائف كأنهم توقفوا امام الكنيسة حتى لا يسقطوا داخل مكان العبادة هناك سقطت قذائف ليست كبيرة كما تشاهد كل شيء هنا مدمر حتى الشجر هذه قذيفة كما تشاهد وتلك اخرى هناك حصريا العربية والحدث في جبهة القتال الامامية في منطقة خاركف هنا في هذه الجبهة نحن في مركز القيادة للقوات الاوكرانية وفي هذه الجبهة القتال يشتد وتبعد القوات الروسية عن المكان الذي نحن فيه في اقرب نقطة كيلومتر واحد وفي ابعد نقطة سبعة كيلومترات القتال يشتد في هذه المنطقة تقوم القوات الروسية بالهجوم والقوات الاوكرانية بالهجوم المضاد نحن في هجوم مضاد كل يوم منذ الرابع والعشرين من بداية الحرب نحن نهاجم ونترضهم من اراضينا واذا اعطونا اوامر سنهاجم حتى موسكو هنا الوضع مشتعل القتال واطلاق النار متواصل الان يمكنكم سماع اصوات القصف واطلاق النار هم يقصفون بشكل عشوائي واحيانا يعملون على اختبار قدرتنا على التحمل نحن جاهزون لصدهم وفي كامل عتادنا ننتظرهم العدو يستخدم ايضا مجموعات استخباراتية يدخلون في العمق ويتبادلون معنا اطلاق النار اذا نظرنا بشكل دقيق فان اقرب نقطة للقوات الروسية من موقعنا هذا تبعد كيلومترا واحدا في الوقت الحالي الحرب تعتمد على القصف الساروخي والمدفعي الاشتماك المباشر اقل من الفترة الماضية هنا تتمركز القوات الاوكرانية المقاتلة القوات الروسية تبعد عن هنا كيلومتر واحد في اقرب نقطة وسبعة كيلومترات في ابعد نقطة حصريا العربية والحدث كانت هنا في جبهة القتال الامامية لقناتين العربية والحدث حذيف عادل روسكيا لازفايا خاركف اشتركوا في القناة